شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية تهدف الاتفاقية الإطارية إلى تحقيق تعاون ملزم بين ممثل الحكومة المصرية والشركات ما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات على هامش التوقيع أكد مدبولي أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر خاصة السيارات صديقة البيئة لافتا إلى صدور قانون خاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات